اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر لو انت دكتور وجاي لك واحد رجلين مورمة فانت بتخاف لو يكون عنده ديفي تي فبتقول له اعمل لدوبلر عشان نشوف عندك جلطة في الساق ولا لأ فاحنا النهاردة هنتكلم عن الدي في تي او ديب فيناس ترمبوزيس اللي هي الجلطات الاوردة العميقة واللي اكتر حاجة بتيجي في الرجلين ايه هي الاعراض بتاعتها وايه هي الفحوصات اللي بنعملها وازاي بنعالجها في نقطة بسيطة كده وبعد الاسئلة المحيرة اللي ممكن تتسئلك وممكن ما تعرفش تجاوب عليها زي مثلا مدة العلاج قد ايه بمضادات التجلط طيب احنا هنعيد الدوبلر عشان نشوف الجلطة مشيت ولا لأ طيب نفرض ان المريض عنده موانع لمضادات التجلط هنتصرف معاه ازاي طيب نفرض ان دي جلطة في السوبر فيشيال فينز في الاوردة السطحية ولاي سردي في تي هنتصرف معاه ازاي كل ده واكتر هنشوفه في حلقاتنا النهاردة وما تنساش ان احنا عملنا حلقات قبل كده عن جلطات الشرايين الرقوية او البلموناري امبلزم واربع فيديوهات عن مضادات التجلط بالتفصيل الهيبرين والوارفرين والنيو اورال انتيكو ايجولانس بكل تفاصيلهم وحلقة عن اسباب تورم الساقين هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت حلقة النهاردة مخصصة للاطباء حديث التخرج وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو جلطات الاوردة العميقة او الدي في تي دي فيناسترومبوزيس دي جلطات بتتكون في الاوردة العميقة خصوصا خصوصا اكتر حاجة اوردة الرجلين الساقين الفخزين وقد تمتد الى الحوض وطبعا ممكن تيجي في الابرلمبس او الزراعين لكن يعني ده قليل شوية والجلطات دي بتحصل ياما بسبب الدم مش بيتحرك بشكل كويس في هذه الاطراف مثلا واحد مجبس رجله او واحد نايم ما بيتحركش ففيه ركود في الدم عنده فيتكون فيه جلطات ياما اندوتليا الانجري يعني اصابة في هذه الاوردة مثلا واحد حصل فيه فراكشر كسور واحد فيه عملية ففيه اصابة في بعض الاوردة ممكن تبقى عرضة للجلطات ياما العين عنده حاجة اسمها يعني هو عنده مرض بيخليه اكتر عرضة للجلطات زي بروتين سي وبروتين اس ديفيشينسي انتي ثرومبين ديفيشينسي بوليسايسيميا رابرافيرا ثرومبوسايتوزز وغيرها وغيرها من الامراض وبالنسبة للأبر لمز الدي في تي او الجلطات اللي بتيجي في الزراعين بتكون اكتر حاجة يعني بسبب مثلا فيناس كاثيتر يعني كان مركب اسطرة مثلا سي في بي مثلا او بيس ميكر او اي في درجيوس وغيرها من الاسباب ودلوقتي تعالى اقولك على الاسباب او عوامل الخطر اللي ممكن تكون موجودة وتؤدي الى جلطات الاورادة العميقة او الدي في تي او جلطات الساقين زي ما بنقول طب تعالى بس تعالى اول سبب او ريسك فاكتور هو اموبيلتي العيان مش بيتحرك لاي سبب كان يعني عيان في العناية المركزة لاي سبب ومش بيتحرك عرضة لجلطات الساقين والدي في تي عموما عيان مجبس رجله عرضة للدي في تي عيان عنده اي مرض حتى لو التهاب رأوي اي مشكلة تانية المهم عيان نايم في السرير فهو عرضة للجلطات شخص تاني كان مسافر سواء راكب طيارة او راكب سيارة وكان مسافر لفترة طويلة لمدة 3 او 4 ساعات ومش بيحرك رجليه قاعد ثابت فده عرضة للجلطات وعشان كده ينصح ان اي حد مسافر مسافة طويلة كل فترة يقوم يقف او يتحرك او يعمل تمارين حتى هو قاعد برجليه يشد عضلة الساقين ويفردها كل شوية ويحرك رجليه كل شوية مايفضلش ساكن في وضع واحد طول فترة السفر كمان طبعا الحوادث والعمليات الجراحية برضو بتخلي المريض اكتر عرضة لجلطات الساقين او الدي في تي عموما عشان كده برضو لو لاحظت تلاقي الست لما تولد ولادة قيصرية يقولولها دايما اتحرك بسرعة يا ماما يلا يا جماعة مشوها يلا بسرعة عشان ما يحصلش جلطات في الساقين كمان طبعا الهارتفليك فشل القلب او الامة اي لو في واحد عنده جلطة في القلب كل ده بيخلي الدورة الدموية مش شغالة كويس ويحصل ركود ويبقى عرضة برضو للجلطات كمان بعد العدوى او الانفكشن الشخص ممكن يجيله عدوى فيرقد في السرير فيبقى النوم بتاعته في السرير هي السبب او بعد العدوى نفسها بيصاحبها شوية زيادة في الجلطات زي ما اسمعنا طبعا عن كوفيد ناينتين كمان طبعا لو حصل سيبسز كمان طبعا بريجنانسي والبوست فارتن بيريود فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة كمان السمنة او زيادة الوزن عامل مهم برضو بيزوت نسبة حدوث الجلطات بعض الادوية زي الاستروجين وزي غيرها زي ما انت شايف ممكن يعمل كده بعض الامراض زي نفريتكس اندروم مالتوبول ميلومة ممكن تعمل كده برضو كمان الكنسر ممكن يعمل كده كمان كل السن ميزيت بيبقى عرضة برضو للجلطات كمان طبعا في بعض الحالات اسمها يعني زي ما قلنا الشخص يبقى عنده قابلية للجلطات الدم بتاعه فيه قابلية للجلطات ودي بنفكر فيها لما نكون ما فيش قدامنا سبب واضح خصوصا كمان لو العيان ده صغير في السن نبدأ نفكر في الاسباب دي زي بروتين سي وبروتين اس ديفشينسي انتي تروم الديفشينسي سيستيمي كلوبس ايرتيماتوزيس ممكن انتي فوسفوليبت سندروم ودلوقتي تعال اقول لك على المضاعفات اللي ممكن تحصل بسبب دي في دي طب تعال بس تعال تعال بص يا سيدي اهم مضاعفات او اكتر واحدة احنا خايفين منها هي البلموناري أومبلزم او جلطات الشراين الرئوية ويعتبر احنا بنعالج فيه الاساس عشان دي وخايفين من دي وزي ما قلتلك في حلقة عن البلموناري أومبلزم تقدر تشوفها كمان من المضاعفات لكن طويلة الامت شوية حاجة اسمها بوست ثرومبوتيك سندروم نقدر نقول كورونيك فينس انسفشانسي الدم مش بيوصل كويس لأطراف ويبدأ يورم ويحصل فيه تغيرات في الجلد وممكن يحصل قرح وممكن حاجات زي كده يعني بوست ثرومبوتيك سندروم كمان من المضاعفات اللي ممكن تحصل اكيوت او حادة ان يحصل حاجة زي غرغرينة قصور شديد في الدورة الدموية وممكن يحصل مشاكل كتيرة ومنها نوعين حاجة اسمها فلجماجيا ألبا دولنس والصورة الاخطر منها اللي هي اسمها فلجماجيا سوريولا دولنس لكن دي حالات قليلة جدا او نادرة لكن بتكون خطر وممكن كمان تؤثر على الشرايين اللي بتغزي هذه الاطراف ويحصل فيها قصور شديد في الدورة الدموية وممكن يحصل غرغرينة وتلاقي الاطراف ازرقت ومضاعفات كتير طبعا ودلوقتي تعالى اقولك ايه هي العلامات والاعراض اللي ممكن تشوفها مع المريض اللي عنده دي في تي بص يا سيدي في البداية لازم تعرف ان فيه جلطات كتير ممكن تتكون وتعدي من غير ما نشعر بيها تماما ولا نشخصها ولا نعرفها ولا اي حاجة فممكن تكون آسن ثم تكون لكن في حالات تانية المريض ممكن يجيلك بأديمة طبعا عشان احنا بنتكلم ان اكتر حاجة في الرجلين فتبقى لورلين بأديمة في الغالب بتكون يونيلاترال يعني في الغالب بتبقى طرف واحد بس رجل واحدة بس لكن احيانا تكون بيلاترال لو الثرومبس دي فوق شوية عند الاليا البيفركيشن مثلا او الانفيرورفناكيفا لكن في معظم الحالات العادية اللي انت بتشوفها بتكون يونيلاترال كمان طبعا ممكن تكون مؤلمة مع المريض كمان ممكن نلاقي ديليت السوبرفيشيال كولاترال يعني عشان فيه انسداد في الأوريدة العميقة فالأوريدة السطحية تبدأ تتسع عشان ترجع الدم من تحت كمان ممكن شوية يعني ارتفاع درجة حرارة بسيط كده كمان المريض بتاعك ممكن يبقى عنده اعراض للمضاعفات يعني لو عنده دي في تي وحصل بلموناري أمبلزم المريض ممكن يجي بينهج مش عارف ياخد نفسه عنده شستبين او قلم في الصدق عنده نقص في الأكسجين زي ما تكلمنا بقى في حلقة البلموناري أمبلزم ودلوقتي تعال اقول لك ايه هي الفحوصات اللي بنعملها لو مريض جالك وانت شاكك ان عنده دي في تي طب تعالي بس تعالي تعالي لو عايز تريح دماغك وخلاص فاي حد جالك عنده رجل مرامة وانت شاكك ان عنده دي في تي اطلب له دوبلر لكن لو عايز تعرف شوية تفاصيل بقى عشان اني ابتحانوا الحتة دي يلا بي بص يا سيدي في حاجة اسمها دي في تي يعني احتمالية دي في تي عند هذا الشخص ودي عبارة عن شوية نقط بنشوفها موجودة عند المريض ولا لأ وفي الاخر نجمع ونشوفه خد كام نقط زي ما حضرتك شايف كده النقطة الاولى هي لو فيه قلم عند الضغط عليها النقطة التانية لو فيه يعني الرجل كلها والرامة النقطة التالتة لو احنا جبنا المزورة وقسنا لقينا فيه فرق ثلاثة سنتي او اكتر رجل عن التانية بنتكلم طبعا عن الساق وبنقيس عشرة سنتي تحت النقطة الرابعة لو فيه على ناحية اكتر من التانية النقطة الخامسة زي ما قلنا الاوردة السطحية تضخمت على الرجل المصابة طبعا النقطة السادسة لو فيه مع المريض النقطة السابعة لو فيه العيان كان مسافر كان مجبس رجل وحاجة زي كده النقطة التامنة لو العيان كان عامل عملية جراحية خليته ينام في السرير لمدة اكتر من ثلاثة ايام في اخر اربع اسبه وبعدين زي ما قلنا بنجمع النقطة بقى مع المريض نشوفه خد كم نقطة فلو خد ثلاثة او اكتر فالمريض ده بنقول عنده يعني عنده احتمالية كبيرة قوي ان يكون عنده لو من واحد لاتنين فدي لو كان زيرو او اقل من زيرو فدي تقول لي طب اقل من زيرو ازاي هياخد اقل من الصفر ازاي هقولك لان لو فيه تشخيص تاني محتمل لاي نقطة من دي احنا بنطرح اتنين من المجموعة يعني احنا بنجمع النقاط دي مع المريض نشوفه خد جم نقطة والنفرض انه خد خمسة بس فيهم نقطة التشخيص فيها واضح غير في الحالة دي ننقص نقطتين فيبقى ثلاثة طب نفرض ان المريض خد نقطة واحدة بس فيه تشخيص ظاهر لها غير ففي الحالة دي هينقص اتنين فيبقى المهم الخلاصة اعرف انه لو كان ثلاثة او اكتر فده من واحد لاثنين صفر او اقل يعني فيبقى له طيب هيفدنا بايه بقى لو المريض كان يعني الارقام اللي جابها او النقط اللي جمعها الثلاثة او اكتر وجيت عملت له دي 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 د نعالجه. فدي فايدة ان احنا نعرف البروبابيليتي. كمان بيقولك ان المريض بتاعك لو كان له بروبابيليتي فمش لازم تبدأ بالدوبلر. ممكن تعمله دي دايمر بس. والدي دايمر في الوقت ده لو طلع سلبي ما تعملش حاجة. اما لو طلع ايجابي في الحالة دي عمله دوبلر ألترا ساوند. طبعا في فحوصات تانية زي كونتراست سي تي فينو جرافي. وزي ام اار فينو جرافي. لكن دول اصبح نادر استخدامهم. نظرا لان الدوبلر ألترا ساوند فحص رخيص وامن وفعال كويس جدا. فاصبح رقم واحد دلوقتي. والحاجات دي ما بقاش يعتمد عليها. ونادرا ان حد يطلبها. بالاضافة ان فيهم خطر الاشعاع وخطر السبغة والحاجات دي. اما الصنار حاجة زي الفن. يبقى بس كده الفحوصات. اقولك لا استنى بس استنى. استنى بس لسه. في فحوصات تاني. مش في سبب لازم ندور عليه. اقولك سيدي. لو كان المريض بتاعك السبب قدامك واضح. يعني عيان كان مقصور ومتجبس. خلاص فالسبب قدامك واضح. مش هتدور على سبب. او واحد كان مسلا في العناية المركزة. عنده التهاب رئوي ومحبوز في العناية المركزة. فانت عارف السبب. فالفكرة ان انت لو عارف السبب مش هنعمل فحوصات تالية. السبب واضح. اما لو انت مش عارف السبب. فطبعا انت بتاخد كده كده تاريخ مرضي من المريض بتاعك كويس جدا. وبتفحصه كويس جدا. عشان تحاول تستكشف الاسباب اللي موجودة. وبعدين تعمله عشان ممكن تطلع منها باي حاجة. زي وظائف كلا وظائف كبد او تحليل المعادن في الدم رسم قلب وطبعا لو سنه صغير زي ما قلنا او الموضوع بتكرر معايا والسبب مش واضح ممكن كمان تبدأ تعمل تحليل او فحوصات بتاعة زي ما قلنا بقى وطبعا ممكن تستشير طبيب امراض دم في الوقت ده. ودلوقتي تعال اقول لك ازاي بنعالج العيان اللي احنا عرفنا ان عنده دي في تي. طب تعال بس. تعال. بص يا صديقي لو عايز تعرف الخلاصة برضو فالعلاج هو ان احنا بنديله مضادات تجلط بالجرعات العلاجية. خلص الكلام. لكن برضو لو عايز شوية تفاصيل تجمل معايا للاخر. الهدف بتاعك من العلاج اصلا هو ان انت تحميه من البلبوناري امبوليزم. لازم تبقى عارف كده. عايز تحميه من الجلطات بتاعتي الشارين الرئوية. كمان انه ما يحصلش جلطة جديدة. كمان نحاول نمنع باقي المضاعفات زي البوست ثرومبوتك سندروم زي ما قلنا. كمان برضو بنحاول نعالج الاعراض. يعني الراجل ده لو عنده قلم نديده مسكنات. نخليه يرفع رجله لما يكون نايم يرفع رجله على مخدة طرية. عشان طبعا ما تضغطش على الاوردة. كمان ممكن يلبس الشراب اللي هو الشراب الطبي الضاغط. ده لما بيلبس الشراب بيبقى الضغط في الشراب من تحت عند الكعب اكتر من فوق. يعني بيعمل زي للبلود ناحية فوق. والشراب ده مختلف عليه شوية يعني يلبسه ولا ما يلبسوش لكن يلبسه ما فيش فيه اي مشكلة. وبالنسبة للحركة المريض بتاعنا ده يتحرك امتى? فالتوصيات بتقول اول ما بنبدأ معاه مضادات تجلط فالعيان بتاعنا يبدأ يتحرك زي ما يتحمل. وكانوا زمان بيقول لك لا المريض بتاعنا يستريح وما يتحركش لانه لو اتحرك ممكن جزء من هذه الجلطة يفق ويروح على الرئة يعمل جلطات في الرئة فالدراسات اثبتت ان الحركة المبكرة ملهاش علاقة بالكلام ده وبالعكس ممكن تقلل مضاعفات زي فالمريض طالما بدأ مضادات تجلط وقت ما يقدر يتحرك ويتحمل الحركة يتحرك. بعد كده ليجي النقطة الاساسية في العلاج وهي مضادات التجلط او المريض بتاعنا لازم ياخد بالجرعة العلاجية. مضادات التجلط زي الهيبرين بانواعه وزي الوارفرين او الماريفان وزي الادوية الجديدة اللي بتتاخد عن طريق الفم وزي الفون ده بارينوكس. وعشان ما تلغبطش نفسك هقولك امثلة سريعة تقدر تبدأ بيها للمريض بتاعك. المفضل دلوقتي ان احنا نبدأ بالادوية اللي عن طريق الفم. يعني ما بقناش نحب قوي الماريفان والحقن والحاجات دي. الادوية بتقوم بنفس الدور ويمكن اقمن شوية في بعض الاحوال. فانت ممكن تدي للمريض بتاعك بجرعة عشرة ميلي جرام مرتين في اليوم لمدة سبعة ايام. بعد كده نقلل الجرعة ونخليها خمسة ميلي جرام مرتين في اليوم طول المدة اللي ده النظام الاول والاحدث واللي انا شايفه افضل كمان. النظام التاني القديم بقى اللي كنا شغالين عليه اللي هو ان احنا ندي للمريض بتاعنا حاجة زي زي مثلا بالجرعة العلاجية بتاعته اللي هي واحد ميلي جرام لكل كيلو جرام كل اتناشر ساعة يعني لو مريض وزنه تمانين كيلو ندي له تمانين ميلي جرام الصبح وبالليل ونبدأ معه او بنبدأ بجرعة حوالي خمسة ميلي جرام وبعدين بنبدأ نتابع نعمل تحليل بصفة دورية كل يوم او اتنين ونبدأ نزود الجرعات او نقللها بتاعة لحد ما نوصل يكون من اتنين لتلاتة التحليل يطلع كده وبالنسبة للكليكسان او مش بنوقفه غير لما يعدي خمس ايام على الاقل ويكون كمان وصل للتارجت بتاعنا لان بطيء المفعول وفي اول استخدامه ممكن يؤدي على جلطات اصلا فلازم نعمل او ندي معايا في اول خمس ايام زي ما قلنا فالمهم ان انت بتدي كليكسان مثلا بالجرعة اللي قلناها مع وارفرين ونبدأ نزبط خمس ايام عدو وصل من اتنين لتلاتة نبدأ نوقف ونكمل على طول المدة اللي احنا عايزينها في مضادات التجلط واللي هنتكلم عنها بعد شوية وفي النزام اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي هو بنستخدم فيه مع الوارفرين لو المريض عنده سيفير رينال انسوفيشانسي بنستخدم بدل اللوم ليوكلا رويت هيبرين لكن النزام ده فيه عيوب كتير وبيحتاج مونيتورينج بنحتاج ان احنا نعمله تحليل كل شوية وبنبدأ في الاول الحقن ويعني لتفاصيل كتير فما بقاش مفضل دلوقتي الى حد ما الافضل هي الادوية اللي بتتاخد عن طريقه الفم زي ما قلنا النزام التالت او الطريقة التالتة ان انا ممكن ادي اللوم ليوكلا رويت هيبرين طول الفترة اللي انا هدي فيها مضادات التجلط وده في حالات زي مسلا من كانسر السرطان مسلا فالكانسر افضل حاجة نديها معاه هو الكليكسان او اللوم ليوكلا رويت هيبرين عموما ولو ان في بعض الادوية من ممكن نجربها في بعض الحالات لكن عشان ما تشغلش بالك المريض اللي عنده كانسر بنديله طول الفترة اللي احنا عايزين ندي فيها ولو المريض عنده موانع من الهيبرين في الحالة دي ممكن ندي لكن الافضل ليو مولوكلا رويت هيبرين وطبعا مش عايز افكرك ان مضادات التجلط لها مشاكل واعراض جانبية ومضاعفات ومن اشهرها طبعا النزيف وكل واحد فيهم ليه مميزات عن التاني وليه عيوب عن التاني وليه موانع استخدام وليه كمان يشتغل عليه كل التفاصيل دي انا عملتها في اربع فيديوهات عن اللي قلت لك عليهم تقدر تشوفهم بالتفاصيل هناك ودلوقتي يا صديق العزيز تعال بقى نشوف اجابات بعض الاسئلة المحيرة شوية مع بعض اول سؤال مدة الانتيكو اجليشن او مضادات التجلط قد ايه؟ الحقيقة ان لو كان السبب قدامك واضح والسبب مش خلاص وفك يعني مسلا المريض كان يجبس رجله ودلوقتي فك الجبس وبقى يتحرك بشكل طبيعي او مسلا كان عامل عملية وخلاص خفه كله تمام فخلاص بندي مضادات التجلط للمريض ده اللي حصل له دي في تي لمدة 3 الى 6 شهور وبعدين بنوقف اما لو كان السبب مازال مستمر واحد عنده اكتف كانسر مثلا او واحد عنده هايبر كواجل بوليستيت وحصل له دي في تي او بدأ يتكرر معا دي في تي او حتى السبب نفسه مش معروف وبيتكرر معا دي في تي فالمريض ده ممكن يبقى نمشيه على مضادات تجلط ممكن حتى طول العمر بس طبعا نخلي بالنا من البليدين جريسك بنحسب البليدين جريسك بتاعه ونشوف يعني فيه مشكلة ولا لأ السؤال التاني المريض بتاعنا هيتعالج في البيت ولا نحجزه في المستشفى اقول لك خلي بالك احنا بنتكلم على دي في تي مش بلموناري اومبوليزم جلطات الشرين الرقوية رحشوف الحلقة بتاعتها لكن واحد عنده دي في تي وما عندهوش بلموناري اومبوليزم مفيش جلطات في الشرين الرقوية وحالته العامة كويسة ومفيش عنده نقطة من النقط اللي قدامك دي في الحالة دي المريض بتاعنا يتعالج في البيت عادي جدا اما لو في حاجة منهم يبقى يتحجز في المستشفى ويتعالج السؤال التالت لو مريض جالك وانت شاكك ان عنده دي في تي بس لسه مش عارفين نعمل الفحوصات يعني مفيش دوبلر دلوقتي الموضوع هياخد وقت نعالج المريض ده ولا نتصرف معي ازاي الاجابة طبعا لو شكت ان عنده دي في تي ولسه الفحوصات هتاخد وقت تعالج فورا ما نستناش الفحوصات وبعد كده لما نعمل الفحوصات يا عام ويطلع دوبلر سليم وما فيهوش حاجة وتأكدنا انه كويس ساعتها نوقف لكن طالما شكت ابدأ العلاج السؤال الرابع طيب لو مريض عنده دي في تي وبدأنا العلاج معاه هنعيد له الدوبلر تاني عشان نتأكد ان الجلطة مشت ولا لأ وده بصراحة كان سؤال مخيارني شخصيا والاجابة لا مش بنعيد التوصيات بتقول ان احنا نبدأ العلاج ونبدأ مضادات التجلط ومش بنعيد الدوبلر تاني اولا لان مضادات التجلط اللي احنا بنديها مش الهدف منها ازابة الجلطة هي مش بندوب الجلطة اصلا الجلطة بتاخد وقتها وممكن الى حد ما تدوب لوحدها او اجزاء منها تدوب لوحدها لكن مضادات التجلط الهدف منها زي ما قلنا هو حماية الرئة وحماية باقي مضاعفات فاحنا مش بنحتاج الدوبلر مرة تانية طالما التشخيص خلاص واضح قدامنا والمريض بدأ العلاج بتاعه السؤال الخامس لو مريض عنده دي في تي لكن عنده موانع استعمال لكل مضادات التجلط عنده نزيف شديد مسلا عنده اي مشكلة تانية نعمل ايه مع المريض ده الاجابة ان المريض ده بقى هيخلينا نفكر في انفيروفيناكيفا فيلتر يبقى مش هينفع العلاج الدواء معاه لانه عنده نزيف او عرضة للنزيف مش هينفع نديله مضادات تجلط فبنحاول نركب له انفيروفيناكيفا فيلتر فيلتر بنركبه عند انفيروفيناكيفا تحت الرينا الفينز كده عشان اي جلطات تطلع الفلتر ده يوقفها بس طبعا الدنيا مش واردي زي ما انت متخيل ان احنا ركبنا الفلتر خلاص المريض بقى زي الفل الفلتر برضو ليه مشاكل وممكن الجلطات نفسها دي تطلع عليه تصده ويحصل بقى والرجل تورم اكتر ومشاكل اكتر كمان الكلاترة لازم ممكن توسع يعني الاوردة اللي الصغيرة اللي حواليه تدخن وتبدأ الجلطات تعدي منها ومتعديش على الفلتر اصلا كمان كفاءة الفلتر اصلا في حماية الشخص ده من البلموناري امبلزم يعني مش مدروسة بشكل جيد لكن اهو افتيار موجود لو مش هنعرف ندي المريض بتاعنا مضادات تجلط كمان في بعض طرق العلاج ولو ان نادرا جدا ان انت تستخدمها او تشوفها يعني زي مثلا انثيرومبوليسز ان احنا ندي مادة لازابة الجلطة زي الالتبليز وزي الستريبتوكاينيز مثلا وليه مش منتشرة يعني او مش كل واحد جاله جلطة ندي له مزيب جلطة وخلاص لان مزيبات الجلطات بتحمل طبعا خطورة كبيرة جدا للنزيف ممكن نجيله نزيف في المخ مثلا وكمان معظم المرضى اللي بيجيلهم ديفي تي في الغالب يعني بيبقى عندهم موانع استعمال كمان للثرومبوليسز لكن انت تعرفها من باب العلم بالشيء ان الثرومبوليسز اختيار مطروح في حالات ندرة واحد عنده مثلا وسنه اقل من ستين سنة وبدأ يحصل معاه لمب جانجرين زي ما قلنا وطبعا ما عندهوش عرضة للنزيف او يعني ما عندهوش موانع من استخدام الثرومبوليسز كمان برضو في حاجة اسمها كاثتر ديريكت ترومبوليسز ان احنا ندخل بأسطرة لحد ما كان الجلطة دي ونحقن الجلطة دي بالمادة المزيبة للجلطات لكن برضو دي بتحمل نفس الخطورة تقريبا للنزيف يعني برضو لها مشاكلها زيها زي وممكن بعض جراحين الاوعية الدموية يلجأوا اليها في بعض الحالات زي زي برضو لو كان بس دي حالات قليل استخدامها زي ما قلنا كمان فيه طريقة لكنها مش فعالة شوية اسمها يعني ندخل جراحيا عشان نسلك او نزيل هذه الجلطة ودي برضو ليها مشاكلها ومش فعالة بشكل جيد وممكن تعمل اندوثاليا الانجلي وغيرها من المشاكل لكن برضو عرفها من باب العلم بالشيء احيانا تستخدم في الحالات الشديدة جدا اللي خايفين من الجانجرين فيها والمريض مش مستجيب للثرومبوليسز ساعات يشتغلو بهذه الطريقة وليجي للسؤال المحير اللي تقريبا مش عارف رقم 6 ولا هي يعنيه مريض طلع عنده يعني طلع مفيش جلطة في الاوريدة العميقة ده طلع في الاوريدة السطحية زي مثلا صافيناس فين مثلا فده هنعالجه ازاي؟ الخلاصة ان احنا بنعالجه بس بالمسكنات والكمدات الدافية مش اكتر من كده لكن في بعض الحالات القليلة جدا ممكن نديله انتيكواجيليشن زيه زي مثلا لو كان خصوصا لو واصل في الحالة دي ممكن نديله لكن معظم الحالات التانية مسكنات وعلاج اعراض فقط لغيره بتكون حالته اصلا مش خطر ان شاء الله واخر نقطة في العلاج والمفروض اصلا تكون اول نقطة خالص هي طبعا الوقاية الوقاية خير من العلاج لو عندك مريض مش بيتحرك لاي سبب ومش عارفين نخليه تحرك يبقى نديله مضادات للتجلط بالجرعات الوقائية كنت عملت فيديو زمان صغير كده بقولك لو عندك عيان اديله كليكسان لو مش بيتحرك يعني فمريض في العناية المركزة مش بيتحرك اديله انتيكواجيليشن بالجرعات الوقائية مريض مجبس رجله ممكن نديله برضو انتيكواجيليشن مريض عمل عملية جراحية نديله انتيكواجيليشن بالجرعات الوقائية الجرعات الوقائية زي ايه مثلا لو هتدي لوم لوك لارويت هابرين زي الكليكسان مثلا بيكون 40 ملي جرام كل 24 ساعة او مثلا لو هتدي ايبك سابان بيكون 2.5 ملي جرام كل 12 ساعة لحد ما يتحرك ويبقى كويس ويستعيد نشاطه بنوقف مضادات التجلط واحد تاني مسافر فترة طويلة يبقى لازم يقوم يتحرك كل نص ساعة كل ساعة يحرك رجلي يحرك مشت رجله يحرك عدلات رجله عشان ما يحصلش فيها جرطات واخيرا يا صديق العزيز عايز اقولك ان مش كل ورم في الرجل بيكون DVT وان في اسباب كتير بتعمل ورم في الرجل سواء ناحية واحدة او ناحيتين زي الاسباب اللي قدامك دي تقدر تشوفها كده وتمخمخ معاها عشان ممكن يكون السبب حاجة تانية غير DVT فيديو تقدر تشوفه وهسيب لك روابط الفيديوهات اللي قلت لك عليها في الوصف برضو تقدر تشوفها وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم